هذه الحلقة الثامنة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في الحلقة الماضية أكملت إجابة أسئلة حول بعض أحكام الصلاة في هذه الحلقة والتي بعدها أعني حلقة يوم غد سأجيب على سؤال وردني قبل يومين من بعض فضلائي وخطبائي حوزتي قم أقرأ السؤال عليكم مثل ما وردني ما هو هدف زيارة الأربعين وهل زيارة الأربعين المقدسة حققت أهدافها ما هو هدف زيارة الأربعين وهل زيارة الأربعين المقدسة حققت أهدافها موضوع السؤال ستراتيجي وستراتيجي جدا أتحدث عن الواقع الشيعي عموما وعن الواقع الشيعي العراقي خصوصا كما قلت لكم هذا السؤال وردني قبل يومين من بعض فضلاء وخطباء حوزتي قم السؤال يشتمل على شقين ما هو هدف زيارة الأربعين هذا الشق الأول هل حققت زيارة الأربعين أهدافها هذا هو الشق الثاني سأجيب في هذه الحلقة على الشق الأول ما هو هدف زيارة الأربعين أما الشق الثاني هل حققت زيارة الأربعين أهدافها سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إذن سؤالنا في حلقة هذا اليوم ما هو هدف زيارة الأربعين زيارة الأربعين لها هدفان هدف ثابت وهدف متحرك وفي تجاويف هذين الهدفين هناك الكثير والكثير من المنافع والآثار الحسنة والجوانب الإيجابية على جميع المستويات في حياة الشيح إذن هناك هدفان لزيارة الأربعين هدف ثابت هدف ثابت وهذا يرتبط بالجانب الفردي بالجانب الشخصي للأفراد للأشخاص في المجتمع الشيعي وهدف متحرك هذا يرتبط بالواقع المجتمعي إذن هناك هدف فردي ثابت وهناك هدف مجتمعي متحرك سأسلط الضوء على هذين الهدفين في هذه الحلقة قطعا بحدود الإجمال وبنحو الإيجاز لأن الكلام في مثل هذه الموضوعات يحتاج إلى تطويل وإسهاب الهدف الأول وهو هدف ثابت يرتبط بالزائر الشيعي على المستوى الشخصي على المستوى الفردي وهذا ما تشير إليه الرواية المروية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه تهذيب الأحكام للطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي وعاء من الأوعية السيئة التي ملأها الأئمة بأحاديثهم هكذا هم أخبرون هناك أوعية سيئة تملأ بأحاديثهم كي تصل أحاديثهم إلى شيعتهم لظروف سياسية اجتماعية دينية في بعض الأحيان مثل ما حدث في فترة مرجعية المرتضى وبعد ذلك انتقل الأمر إلى الطوسي على أي حال تهذيب الأحكام للطوسي وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الجزء السادس في الصفحة التاسعة والخمسين رقم الحديث الثاني والعشرون بعد المئة عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه علامات المؤمن خمس صلاة الخمسين هذا تعبير على نحو المسامحة وإلا فإن الرقم الدقيق إحدى وخمسين صلاة إحدى وخمسين إنها الصلوات الواجبة اليومية مع النوافل الرواتب اليومية علامات المؤمن خمس صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الرواية مهمة لا أجد وقتا لشرحها بالتفصيل إنما أذهب إلى موطن الحاجة منها الإمام الحسن العسكري يذكر لنا علامة المؤمن زيارة الأربعين علامة من علامات المؤمن الرواية أوردها أطوسي في التهذيب بهذا التعبير علامات المؤمن خمس صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين تعفير الجبين أثناء السجود والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وذكرها أيضا في كتابه مصباح المتهجد التهذيب ألفه الطوسي قبل المصباح ولهذا السبب ابتدأت بالتهذيب مصباح المتهجد ألفه في سنوات متأخرة من عمره هذه الطبعة طبعة مكتبة المرعش قموا المقدسة صفحة سبعمية سبعمية وثلاثين نقل الرواية عن إمامنا الحسن العسكري علامات المؤمنين وهناك نسخة أخرى أشير إليها علامات المؤمن علامات المؤمنين علامات المؤمنين خمس صلاة الإحدى والخمسين هي هي صلاة الخمسين التي عبر عنها في تلك الرواية بحسب الرواة عبروا عنها تعبيرا متسامحا علامات المؤمنين خمس صلاة الإحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ما جاء في مصباح المتهجد وكذلك في تهذيب الأحكام للطوسي ابن طاوس نقل عن الطوسي في إقبال الأعمال إقبال الأعمال هو آخر مؤلفات ابن طاوس الطوسي توفي سنة أربعمية وستين للهجرة وابن طاوس وابن طاوس توفي سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة الحروفية في الصفحة السادسة والستين عن إمامنا الحسن العسكري وقد صرح ابن طاوس بأنه نقل ذلك عن الطوسي علامات المؤمن خمس صلوات إحدى وخمسين باعتبار أن إحدى وخمسين ما هي بصلاة واحدة صلوات إحدى وخمسين وهذا التعبير يكون أدق لهذا السبب أنا جئت بهذه المصادر كتب الطوس في نقل الأحاديث ليست دقيقة إذا أردنا أن نقارنها بكتب الصدوق كما أن الكافي إذا أردنا أن نقارنه بكتب الصدوق فهو أدق وأدق وأدق علامات المؤمن خمس صلوات إحدى وخمسين هذه الصلوات اليومية بكاملها مع نوافلها بكاملها فإنها مجموعة صلوات صلوات إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم زيارة الأربعين علامة من علامات المؤمن حينما تكون الزيارة علامة من علامات المؤمن فهذا أمر شخصي أمر فردي هذه العلامة يتحسس مضمونها المؤمن بنفسه أما ممارسة الزيارة فإن الآخرين يتحسسونها في المؤمن لكن الزيارة في مضمونها ما الذي يتحسسه المؤمن حينما يزور الحسين زيارة الأربعين قطعا المؤمن الشيعي الحسيني المهدوي الذي يزور الأربعين قد ارتبط بالأجواء الحسينية منذ بداية محرم زيارة الأربعين هي الذروة في الخدمة الحسينية هي الذروة في العلاقة وصلة بالحسين النص الذي جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه برواية صفوان الجمال الإمام يعلمه زيارة الأربعين يعلمه أن يزور بها عند ارتفاع النهار في العشرين من صفار ارتفاع النهار يمكنني أن أقول على وجه التقريب بحسب التوقيت في مدينة كربلا في أيامنا هذه وحتى في غالب أيام السنة لكن في أيامنا هذه ارتفاع النهار يبدأ من الساعة العاشرة قطعاً هذا الكلام بنحو التقريب ليس هناك من تحديد شرعي دقيق كهذا التحديد الذي حددته لكم إنما هو على وجه التقريب فعند فعند ارتفاع النهار عند الساعة العاشرة ضحاً تقريباً هنا يقال للنهار قد ارتفع وهذا هو الوقت النموذجي لزيارة الأربعين ابتداء من هذه اللحظة إلى آخر النهار هذا هو وقت زيارة الأربعين من ارتفاع النهار إلى نهايته الإمام أعلم صفوان الجمال ماذا يقول قطعاً لا أجد وقتاً كي أقرأ النص بكامله إنما أذهب إلى الموطن المهم في هذه الزيارة والذي يشكل معلماً واضحاً يمكنني أن أشير إليه من أن هذا المعنى لو تحقق في نفس الزائر فإن علامة الإيمان قد تحققت فيه وهذا الأمر على مستويات مختلفة من زائر إلى آخر يتحقق عند الكثيرين من الزوار قصوصاً ونحن نتحدث عن الملايين قصوصاً أولئك الذين يجيؤون من بلدان بعيدة يحملهم الشوق أولئك الذين لم يكونوا قد زاروا الحسين من قبل ولا يتوقعون أن يزوروه بعد هذه الزيارة الحالة النفسية للزائر هي التي ستساعده على أن تتحقق علامة الإيمان في مضمون نفسه في مضمون ضميره هكذا نقرأ في هذا النص الصادقي الشريف نخاطب سيد الشهداء في يوم الأربعين في العشرين من صفار فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه تأكيد بيعة الغدير هذه العبائر هذه العبائر في أولها تأكيد البراءة من قتلة الزهراء فلعن الله من قتلك الذين قتلوك يا حسين هم هم الذين قتلوا أمك أمك فاطمة فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن الحسين قتل حينما كتبت الصحيفة المشؤومة التي كتبها أقطاب السقيفة بني ساعد إذا كتبت الكتاب إذا كتبت الصحيفة المشؤومة قتل الحسين كلمات الصادق صلوات الله عليه في الجزء الثامن من الكاف الشريف فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معد حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين هذه الجمل التي اخترتها من النص الصادقي لزيارة الأربعين الحسيني هذه الجمل إذا ما ترسخت في نفس الزائر وازدادت ثباتها وهو في فناء سيد الشهداء تخبره تخبر الزائر نفسه من أن علامة الإيمان قد تفتحت في صدرك يا أيها الزائر وهذا هو الذي قصدته من أن هدفا ثابتا فرديا من أهداف زيارة الأربعين يرتبط بالحالة النفسية لكل زائر بحسبه المضامين التي مرت والتي تتحرك في اتجاهين في اتجاه البراءة وفي اتجاه الولاية وهذا هو ديننا ديننا براءة وولاية مركز البراءة والولاية العنوان الأول فاطمة التي يرضى الله لرضاها هذه الولاية ويغضب لغضبها وهذه البراءة هذا الخطاب هو 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 بكل تفاصيله يتجلى في بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله مضمون عقيدتنا يتحرك في اتجاهين في مسارين في مسار البراءة وفي مسار الولاية وعبائر الزيارة تتحدث عن هذا وطلبا للإجاز والاختصار هذه الجملة هي التي تلخص لنا كل شيء فمعكم معكم لا مع عدوكم هذه علامة الإيمان في زائر الحسين إذا إذا ترسخت وتجلت في عقله وقلبه وانعكست على أقواله وأفعاله فتلك هي حقيقة زيارة الأربعين زيارة الأربعين هذه زبدتها على المستوى الفردي هذا الهدف الأول وهو هدف ثابت يتحقق لكل زائر بحسبه إذا كان قد جاء مشتاقا قد جاء ملتاعا قد جاء وحرارة قد جاء وجذوة حسينية في صدره ما بين جوانحه فمعكم معكم سادتي آل محمد فمعكم معكم لا مع عدوكم زبدة زيارة الأربعين وإذا ما تجلت في باطني زائر الأربعين ظهرت العلامة عليه نذهب إلى فاصل ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة أربعمية وواحد وستين رقم الحديث ثمانمية وعشرة بسنده بسند الصدوق عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من لم يعرف من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما أولينا به هذا الكلام يتوجه إلى الذين يقولون نحن شيعة الذين هم من أتباع السقيفة بني ساعدة هؤلاء لا يتوجه هذا الكلام له هذا الكلام موجه للذين يقولون نحن شيعة زائر الأربعين لابد أن يكون مضمونه مجتملاً على هذه الحقائق صلته بدأت منذ أول محرم وذروة العلاقة الحسينية تتجلى في يوم الأربعين من لم يعرف يا أيها الشيعة يا أيها الشيعة هؤلاء الذين في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم الكبيرة من الذين يقال لهم الآيات والمراجع هؤلاء إذا أردتم أن تتبعوا منهجهم فإنهم لا يبقون لكم شيئاً من الروايات والأحاديث التي تخبركم بما جرى على العترة الطاهرة فاعرفوا حالهم وحاولوا أن تفروا من منهج ضلالهم بقدر ما تستطيعون من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا هذا يعني أن الأئمة صلوات الله عليهم قد وفروا لشيعتهم مقداراً هائلاً من النصوص بحيث يستطيع أي شيعي أن يصل إليه مراجع النجف وكربلاء ماذا يفعلون يدمرون كل هذه الأحاديث فلا يبقى منها شيء فكيف يكلف الأئمة شيعتهم بمعرفة الأحاديث التي يقال عنها من أنها ليست صحيحة بحسب بحسب المنهج الطوسي القذر النجس من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به سطر سطر واحد لكنه مشحون بالعبائر التي تشير إلى ظلامتهم هذا يعني أنه في الواقع في الواقع الحديثي في الواقع العلمي أن الأئمة قد حدثون كثيرا وكثيرا عن ظلامتهم ماذا يفعل مراجع النجف وكربلاء يدمرون هذه الأحاديث بحسب منهجهم القذر ما يقوله لكم الخطباء يضحكون عليكم كي يكسبوا ودكم لأن الخطباء على منهج مراجعهم ولذا حينما تقرؤون في تراجم المراجع يندر أن نجد مرجعا يتحدثون عنه من أنه كان كثيرا البكاء على الحسين من أنه كان كثيرا البكاء لأجل ظلامة العترة الطاهرة لأنهم لا يعتقدون بروايات الظلامات فلا يبكون فلا يبكون هذه هي الحقيقة فحينما يكون هناك أحد المراجع يعرف عنه من أنه يبكي الحسين يبكي الزهراء يطبلون له يطبلون له بينما القضية قضية يفترض أن تكون طبيعية عند كل شيعيين عوام الشعة الأعم الأغلب منهم هكذا لماذا التطبيل لهذا المرجع بسبب حالة التقصير التي يعاني منها المراجع هذه حقيقة حقيقة وإلا لماذا هذا التطبيل لأن المرجع الشيعية بكى على الحسين كل شيعة يبكون على الحسين حتى غير شيعة يبكون على الحسين ما هي الخصوصية الخصوصية لأنهم يجدون هذا حالة نادرة لأن بقيهة المراجع لا يبكون وإنما يتباكون يتظاهرون بهذا أمام الشيعة كي يضحك على ذخونهم هذه حقائق يا أيها الشيعة حقائق هذه من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا فهناك السوء وهناك الظلم وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به زيارة الأربعين إعلان إعلان للبراءة من ظالم محمد وآل محمد كيف تتحقق البراءة من ظالم محمد وآل محمد إذا لم نكن عارفين بما فعل هؤلاء الظالمون الكافي الجزء الثاني وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة أربعمية وتسعة إنه الحديث الأول باب في صنوف أهل الخلاف إلى آخر العنوان بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق قال لعن الله القدرية هذه عقيدة أنتجها الأمويون لعنة الله عليه لعن الله القدرية ربما في كتب علم الكلام يعرفون القدرية بغير هذا التعريف لا شأن لي بكتب السقيفتين نني أحدثكم بحديث العطرة لا أبالي بما يقوله ضلال سقيفة بني ساعدة وضلال سقيفة بني طوسي لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة الإمام الصادق لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة لكنه لعن المرجئة وهم نواصب سقيفة بني ساعد لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة أحد أصحاب الإمام قال له لعنت هؤلاء مرة القدرية والخوارج ولعنت هؤلاء مرتين إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة قال إن هؤلاء هؤلاء من إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة الذين حينما يتحدثون عن ظلامة فاطمة يقولون هذا أمر بين أهل البيت والصحابة وتلك أمة قد خلت وحينما يكون الحديث عن واقعة الجمل فيقولون من أن الأمر وقع بين مبشرين بالجنة فعلي مبشر بالجنة والزبير مبشر بالجنة وكذلك طلح وهذه أم المؤمنين وخرجت لطلب الإصلاح يقولون إننا نكل أمرهم إلى الله وإلى رسول الله هؤلاء صحابة رسول الله وهذه زوجة رسول الله هؤلاء هم المرجع يرجعون أمر عداء الصحابة للعطرة الطاهرة يرجعونه إلى الله شياطين شياطين ولذلك الإمام الصادق لعنهم مرتين لأنهم يعرفون الحقيقة ويحرفونها ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله ألا لعنة الله ألا لعنة الله دماء دماء العطرة الطاهرة متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة بثياب أتباع سقيفة بن ساعد الذين يقولون بمثل هذا القول قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين الإمام الصادق يقول كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هذه الآية هي الآية الثالثة والثمانون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران الحديث عن بني إسرائيل وتحديدا عن يهود المدينة عن اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله عن يهود المدينة وما جاور المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا هؤلاء يهود المدينة وما جاور المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول نحن لا نؤمن لك يا محمد صلى الله عليه وآله الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم الذين كانوا في زمان النبي ما قتلوا نبيا لعدم وجود الأنبياء ومع ذلك فإن القرآن يقول لهم من أنكم قتلتم الأنبياء قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ها هو الله يقول ليهود المدينة ومن جاور المدينة من أنكم قد قتلتم الرسل مع أنهم لم يقتلوا أحدا الحكاية هي الحكاية دماء الرسل متلطخة بثيابهم الكلام هو هو هذا منطق القرآن فدماء العترة متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ومن هنا يا أيها الشيعي عليك أن تعرف ظلامة محمد وآل محمد وإلا فأنت شريك معهم حتى تتبرأ منهم حتى تلعنهم وماذا بعد هل القضية بحدود الألفاظ ابحث عن الذين يقولون نحن شيعة ولا يتبرؤون منهم كي تتجنبهم خصوصا في أوساط المراجع والعلماء الذين تأخذ دينك منهم فلا تأخذ دينك من هؤلاء هؤلاء سفلة اللعناء هؤلاء نواصب إنهم نواصب الشيعة من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به زيارة الأربعين تحقق هذا المضمون في نفس الزائر إذا كان قد ارتبط بالأجواء الحسينية منذ بداية محرم فالأيام هذه منذ بداية محرم إلى العشرين من صفر الذي يعيش في الأجواء الحسينية سيكون قريبا سيكون قريبا من أجواء ظلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أنا أتحدث عن ظلامتهم جميعا ابتداءا من رسول الله وانتهاءا بإمام زماننا الظلامة الكبيرة ظلامة إمام زماننا فكل ظلامة آبائه وأجداده هي ظلامته إمام زماننا مجمع كل الظلامات القرون تمر ولم تتهيأ الأسباب هل القصور في الإمام هل التقصير من الإمام أم أن القصور فينا أم أن التقصير مننا قطعا فينا قصور ولكننا لو لم نكن مقصرين لتجاوز الإمام بلطفه قصورنا المشكلة في تقصيرنا نحن مقصرون ليس في هذا الجيل فقط في هذا الجيل وفي الأجيال الماضية عبر القرون الماضية مشكلتنا الكبيرة والسيئة جدا بدأت منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما تأسست حوزة النجف إنه الوقت الذي تأسس فيه المذهب الطوسي اللعين الذي ضلل أجدادنا وآباءنا ولا زال يضلل الواقع الشيئي مشكلتنا النجسيين نحن نحن أشير على دين إمام زماننا نحن على دين الطوسي نحن على دين الشوافع والمعتزلة على دين العباسيين ما نحن على دين علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هو دين إمام زماننا ودين إمام زماننا هو الذي يتجلى في قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وهذا أمر لا وجود له على الإطلاق في حوزة النجف وكربلة لا في الماضي ولا في حاضرنا ويبدو أن الأمر سيستمر هكذا إلى وقت ظهور إمام زماننا على أي حال زائر الأربعين يتحقق معنى علامة الإيمان فيه إذا ما توفرت كل هذه المضامين التي حدثتكم عنها نذهب إلى فاصل هدفان لزيارة الأربعين هدف ثابت فردي شخصي مر الكلام بخصوصه هو ثابت لأنه يمكن أن يناله كل زائر إذا ما سار في المسار المطلوب صحيح أن مراتب الزائرين مختلفة باختلاف النواية وباختلاف مراتب العقول وباختلاف المستوى المعرفي العقائدي وباختلاف صفاء القلوب وطهارتها الزائرون يختلفون مراتبهم مختلفة وكل زائر بإمكانه أن يحقق معنى هذه العلامة في نفسه في ضميره إذا ما سار المسار الصحيح وإذا مرتبط في الأجواء الحسينية منذ بداية محرم وإلى يوم الذروة إلى يوم الأربعين حين يرتفع النهار كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الوقت الذي أقبلت فيه القافلة الحسينية من الشام لقد وصلت نهارا وصلت نهار العشرين من صفر جاء السجاد وعماته وعلى رأسهن عقيلة العقائل زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها هذا الهدف الثابت الأول من أهداف زيارة الأربعين الهدف الثاني هو الهدف المتحرك وهو هدف مجتمعي هذا الهدف قطعا يتحقق عبر الأفراد لكن الهدف الرئيس من ما ينعكس على المجتمع وهذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة خصوصا في الواقع العراقي لأن زيارة الأربعين إنما تتحقق في العراق إذا أردنا تحقيقها في مكان آخر يمكن هذا لكن تحقيقها لن يكون حقيقيا التحقيق الحقيقي لزيارة الأربعين على أرض العراق على الأرض التي صبغت بدماء حسين وآل حسين هنا تتحقق زيارة الأربعين وتحديدا تحديدا في كربلاء تحديدا في فناء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وإلا يمكن أن نقوم ب في مراسم وطقوس زيارة الأربعين في كل مكان في العالم لكنها لن تتحقق بالمستوى الحقيقي مثلما تتحقق على رمال الغاضريات ما بين الحرمين عند الحسين وعند العباس في هذه الأجواء الحسينية الساطعة على سبيل المثال زيارة الأربعين في الزمن الصدامي اللعين زيارة الأربعين في ذلك الزمان قبل سنة 2003 ميلادي لها ظروفها زيارة الأربعين بعد زوال النظام الصدامي البعثي المجرم بعد 2003 ميلادي زيارة الأربعين لها ظروفها ومن هنا فإن الهدف المتحرك يتحرك يتغير بتغير الظروف الزمانية المجتمعية على سبيل المثال ما جاء في دعاء إمامنا الصادقي صلوات الله عليه لزوار الحسين أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة هذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الأربعون الحديث الثاني بسنده بسند ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه عن معاوية ابن وهب من أصحاب إمامنا الصادق يقول معاوية ابن وهب استأذنت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقيل لي أدخل فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول وكان الإمام ساجدا وهو يقول اللهم يا من خصنا بالكرام ووعدنا بالشفاعة إنه يتحدث عن محمد وآل محمد اللهم يا من خصنا بالكرام ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا المطبوع تهوي إلينا بحسب قراءة المصحف قراءة حفظ قراءة أهل البيت تهوى وهنا نحن لا نقرأ قرآنا نقرأ حديثهم القراءة الصحيحة تهوى لكن القوم الذين يطبعون الكتب مشبعون بالفكر البعيد عن فكر العترة الطاهرة لا أقصد الجهة التي طبعت هذا الكتاب إنما أتحدث عن عموم الجهات في العالم الشيعي فإن ثقافة العترة مبعدة عن متن الواقع الشيعي إنها موجودة في الحواشي يذهب إليها أنا وأمثالي وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا اغفر لي ولأخواني وزوار قبري أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم هذه الأوصاف تأتي ضمن هدفي زيارة الأربعين المتحرك الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك هذه المعاني تتجلى في الهدف المتحرك لزيارة الأربعين إنه الهدف المجتمعي هذه المضامين تنعكس على واقع المجتمع الهدف من زيارة الأربعين حينما يكون الزمان صداميا ألا لعنة الله على ذلك الزمان حينما يكون الزمان صداميا فإن الهدف من زيارة الأربعين يتجلى في هذه الكلمات ولطالما كان الزمان صداميا إن كان في زمان البعثيين أو في الأزمنة السابقة عبر القرون الماضية فيكون الهدف من زيارة الأربعين ما تبينه هذه الكلمات الذين أنفقوا أموالهم وأشخص أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان وكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلاف وأصحبهم وكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرون به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة هذه المضامين تحدثنا عن الهدف المتحرك وهو هدف مجتمعي وهو الهدف الثاني من أهداف زيارة الأربعين حدثتكم عن الهدف الأول وهو هدف ثابت يرتبط بالحالة الفردية لزائر الحسين فزيارة الأربعين علامة من علامات المؤمن يتجلى هذا المعنى في الهدف الفردي الثابت من الزيارة أما الهدف المتحرك يتجلى في هذه المضامين التي قرأتها عليكم من دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين كان يردد هذه الكلمات وهو ساجد مضمون هذا الدعاء يتجلى وتجلى في الأزمنة الماضية حينما كان النظام نظاما صداميا إن كان في زمان البعثيين أو في الأزمنة التي سبقت البعثيين عبر العصور الماضية فإن زيارة الأربعين تؤكد هذه المعاني وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس قد يقول قائل هذه المضامين يمكن أن تنطبق على الوقت من بعد 2003 ميلادي هذا الكلام صحيح لكن الأمر يقع في الحاشية ليس في المتن نعم هذا المضمون ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا هذا يجري حتى على الهدف الأول وهذا يجري في زيارة الأربعين وفي سائر الزيارات الأخرى بل في كل شيء أمرونا به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعض المضامين هذه عامة تكون في كل زمان وفي كل مكان مع كل زيارة مع كل عبادة مع كل شأن من شؤون خدمتهم صلوات الله عليهم أعتقد أن المضمونة واضح وواضح جدا فيما يرتبط بهدف زيارة الأربعين المتحرك ما تحدث عنه الدعاء يرتبط بنحو واضح فيما كان قبل 2003 ميلادي أتحدث عن الأوضاع الشيعية في العراق لأن زيارة الأربعين لا تتحقق بالمعنى الكامل إلا في كربل في العشرين من صفر نذهب إلى فاصل استشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سنة سنة أربعين للهجرة في الأربعين للهجرة استشهد أمير المؤمنين يحدثنا سيد الأوصياء قبل استشهاده قبل سنة أربعين للهجرة أقرأ عليكم من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين هذه الأسانيد التي نسميها سلاسل الذهب سلسلة الذهب الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين يحدثنا الرضا عن أبيه الكاظ عن الصادق عن الباقر عن السجاد عن الحسين عن أمير المؤمنين هذه سلاسل الذهب ماذا يقول أمير المؤمنين كأني بالقصور كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين هذا قبل عشراء هذا الكلام لماذا يقوله أمير المؤمنين قبل عشراء هل الإمام يريد أن يقول لنا بأنه يعلم الغيب نحن نقطع يقينا بأنه يعلم الغيب كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين المحامل وسائل النقل المريحة في زمان أمير المؤمنين الإمام يتحدث عن زماننا في زمان أمير المؤمنين كانت كربلاء صحراء وحتى بعد مقتل الحسين كانت كربلاء صحراء خالية وإنما تحقق هذا الأمر في أوضح صوره في زماننا أمير المؤمنين يحدثنا عما بعد 2003 هذا هو السبب الذي جعلني أذكر هذه الرواية بين أيديكم ما قبل 2003 ميلادي مضامين دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هي التي تمثل هدف زيارة الأربعين وقلت بأن الهدف المجتمعي متحرك يتحرك يتغير باختلاف الأزمنة وباختلاف الظروف الموضوعية كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق نحن دخلنا في مرحلة العالمية حتى يسار إليه من الآفاق الظروف اختلفت ما قبل 2003 شيء وما بعد 2003 شيء الهدف المتحرك سيتغير يتبدل ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني صدام ملك بني مروان انقطع ملكهم ألا لعنة الله عليهم كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان أمير المؤمنين ينبهنا قبل عاشوراء وقبل استشهاد أمير المؤمنين ينبهنا إلى أن نتهيأ إلى هذه المرحلة هذه مرحلة حساسة أمير المؤمنين لا يريد أن يخبر الناس الذين حوله من أنه يعلم بالغيب إذا كانوا يعتقدون بعلمه بالغيب فلا يحتاجون إلى مثل هذا الكلام وإذا لم يكونوا يعتقدون بذلك فكيف سيثبت تحقيق هذا ووقوعه على الأرض بالنسبة لهم وهم سيموتون في زمانه أمير المؤمنين قال هذا الكلام كي يصل إلي وإليكم كي نعرف من أن زيارة الأربعين بعد 2003 هدفها المجتمعي المتحرك قد تغير هذا اللسان الذي يتحدث به الشيعة حتى بعد 2003 وثلاثة عن مظلومية الشيعة هذا اللسان لابد أن يتغير نبقى نتحدث عن مظلومية العترة فقط لابد أن يتغير هذا اللسان نحن نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة إلى مرحلة العالمية هل الشيعة يعون هذا إمامنا السجاد أيضا هذا كلام أمير المؤمنين قبل عاشورا وهذا كلام إمامنا السجاد بعد عاشورا حينما كانت كربلاء رمالا رمالا هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفح 114 إنه الحديث السادس والثلاثون إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد عبر سلاسل الذهب عن الرضا عن آبائه قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم جميعا كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق أمير المؤمنين تحدث عن المحامل التي تتحرك من الكوفة إلى كربلا الإمام السجاد يتحدث عن الأسواق رواية أمير المؤمنين كانت تتحدث عن شيء يقع خارج كربلا المحامل تتحرك من الكوفة إلى كربلا الإمام السجاد يتحدث عن مضمون مدينة كربلا ما يجري في داخل المدينة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليهم من الآفاق عالمية هذه حتى يسار إليه من الآفاق هذه آفاق العراق وآفاق غير العراق وهذا هو الذي نلاحظه بأم أعيوننا هذه أحاديث أئمتنا هؤلاء أئمتكم حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان إمامنا السجاد ليس مراسلا لقناة فضائية كي يعد لنا تقريرا إخباريا وإن كان هذا التقرير أدق من تقارير مراسلي القنوات الفضائية خصوصا الشيعية الإمام الإمام يتحدث بهذا الحديث قبل قرون وقرون لأجل أن ينبهنا إلى عظمة هدف زيارة الأربعين أتحدث عن الهدف المتحرك عن الهدف المجتمعي إمامنا السجاد يتحدث عن عالمية الموضوع حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان رجعنا إلى السياسة لأن الظروف السياسية التي تؤثر في الواقع المجتمعي هي التي على ضوئها وفي ضوئها يتشخص الهدف المتحرك لزيارة الأربعين نذهب إلى فاصل صرى واضحا لدينا من أن الهدف الثاني وهو الهدف المتحرك الهدف المجتمعي يتغير بتغير الظروف الزمانية وعلى رأسها الواقع السياسي الذي سينعكس على الواقع المجتمعي لذا قبل 2003 إنني أتحدث عن الظرف العراقي لأن زيارة الأربعين زيارة عراقية صرفة حينما أتحدث عن أنها عراقية أتحدث عن المكان أتحدث عن المكان وإلا فإن زيارة الأربعين زيارة مهدوية وحينما أقول مهدوية هذا العنوان هذا المصطلح يخبرنا عن العالمية عن الأممية يملأ يملأ الأرض قصطا وعدلا إنها أممية بتمام معنى الكلمة يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا عالمية بتمام معنى الكلمة وأممية بتمام معنى الكلمة فزيارة الأربعين زيارة مهدوية سيتضح المعنى كيف أنها مهدوية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى فصار واضحا أن الهدف المتحرك لزيارة الأربعين يتغير بتغير الظروف السياسية والمجتمعية خصوصا في الواقع العراقي ومن هنا فإن الزيارة ما قبل 2003 تختلف عن الزيارة ما بعد 2003 لأن الهدف المتحرك قد تغير وانتقلنا من مواجهة خصم محلي في داخل البلد انتقلنا إلى حالة عالمية فإن السيرة إلى الحسين سيكون من الآفاق من الآفاق إنها آفاق العراقي وآفاق منطقة الشرق الأوسط وآفاق العالم حينما يتحدث أمير المؤمنين عن هذا الموضوع ويتحدث إمامنا السجاد عن هذا الموضوع فإنهما يريدان منا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة لا أن نفكر بسذاجة لذا قلت في أول الحلقة من أن موضوع السؤال موضوع ستراتيجي هذا هو الذي قصدته حينما طرحت السؤال ما هو هدف زيارة الأربعين وهل أن زيارة الأربعين قد حققت أهدافها قلت إن موضوع السؤال موضوع ستراتيجي هذا هو الذي قصدته وسيتضح المعنى من خلال هذه الحلقة والحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى لا بد أن نعرف أولا الواقع الشيعية في الأرض العراقية قبل أن ننتقل إلى خارج العراق الأئمة أخبرون عن ظروف حساسة تمر على الشيعة بعد ذهاب المروانيين وقد ذهب المروانيون ذهبوا إلى لعنة جهنم وإلى لعنة التأريخ وإلى لعنة كل الأحرار في العالم الأئمة يخبرون يخبروننا عن الواقع الشيعي بعد زوال المروانيين يخبروننا عن الرايات المشتبهة إنها رايات شيعية لو كانت هذه الرايات رايات ناصبية لما قال إمامنا الصادق من أنها مشتبهة لا يدرى أي من أي الرايات الناصبية واضحة لدينا ليس هناك من اشتباه وليس هناك من حيرة في معرفة ضلالها أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران إنها الصفحة الثمانون بعد الثلاثمئة هذا باب في الغيبة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكلين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يحدثنا عن إمامنا الصادق هو المفضل بن عمار الإمام يحدث المفضل بن عمار ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال المفضل فبكيت المفضل من أعلم رواة الحديث هو لا يبكي لأجل رايات ناصبية فهذا الأمر واضح عنده إنما يبكي من الرايات الشيعية العراقية المفضل عراقي المفضل كوفي بكاء المفضل من الرايات الشيعية العراقية ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله هذه كنية المفضل المفضل في بعض الروايات يكن بأبي محمد وله ولد اسمه محمد ويكن بهذه الكنية بكنية أبي عبد الله فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي المفضل يقول وفي مجلسه كوة منفذ تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه يشير إلى الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس الرواية وردت بصيغة أخرى في المصدر نفسه إنه الحديث الثالث من نفس الباب عن المفضل أيضا في آخر الرواية قال الإمام الصادق للمفضل والله والله القسم لم يذكر في ذلك النص والله والله لأمرنا أبين من هذه الشمس إذن في هذه المرحلة هناك رايات مشتبهة هذه الرايات المشتبهة لا يمكن أن تكون مثلا في زمان الدولة العثمانية ولا يمكن أن تكون في زمان النظام الصدامي هذه الرايات المشتبهة لها سلطة لها سطوة لها وجود هذه الرايات ستتحرك في هذه الفترة في فترة ما بعد المروانيين في فترة زيارة الأربعين التي ستكون عالمية لأن أحاديثهم قد أخبرتنا من أن الحكم سيكون عباسيا وهذا المطلب حددتكم عنه كثيرا يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج الخاصة بهذا الموضوع إلى الحلقات التي فصلت فيها الكلام تفصيلا كل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية لا أستطيع أن أكرر كل ما تقدم من كلامه في الجزء الثامن من الكهف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين من خطبة خطبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بدايتها في الصفحة السابعة والخمسين رقم الحديث الثاني والعشرون أمير المؤمنين في خطبته وهو يتحدث مع الشيعة يتحدث معي ومعكم إنه في الوقت نفسه يشير إلى العصر العباسي الأول وإلى العصر العباسي الثاني أمير المؤمنين يجعل ما يخص العصر العباسي الثاني يتماهى مع ما يخص العصر العباسي الأول أمير المؤمنين يقول لنا وَلَعَمْرِي وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمُ الْتَيْهِ مِنْ بَعْدِي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل وَلَعَمْرِي أَلَّوْ إِسْتَكْمَلْتُمْ مِنْ بَعْدِي مُدَّةَ سُلْطَانِ بَنِي أُمَيَّ هذه الأضعاف المضاعفة من تيه بني إسرائيل لم تكن في زمان الأئمة لم تكن في زمان الأئمة تاه بعض الشيعة في زمان الأئمة لكن أتيها كل التي في زمان الغيبة الطويلة في زمان الغيبة الكبيرة في الزمان الذي أكثر مراجعه كما يقول إمام زماننا مخاطبا لهم في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمائة وعشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم هذا هو التيه المضاعف هذا التيه المضاعف الذي جاءنا به مراجع الشيعة مراجع الشيعة تاه وتاه وتاه وتيهنا معهم وكلما جاءنا مرجع جديد كلما تضاعف تيهنا فيذهب هذا الحاضر ويأتي القادم ويأتينا بتيه جديد ولا عمري ليضاعفن عليكم التيه مع كل مرجع جديد يأتينا تيه جديد وتأتينا ضلالة جديدة ولا عمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولا عمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أميه استكملنا يا أمير المؤمنين ذهب بنو مروان ولا عمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أميه لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة من هو هذا الداعي إلى الضلالة في أيامنا أنتم شخصوا أنتم شخصوا والعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أميه استكملنا يا سيد الأوصية استكملنا مدتهم وانتهى أمرهم سنة 2003 ميلادي لقد اجتمعتم اجتمع الشيعة بعد سقوط النظام البعثي اجتمعوا 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 على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل المنهج الناصبي منهج النجف ومنهج الأحزاب الشيعية القطبية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر علي وآل علي قطعوا علي هذه فتواهم تمنع الشيعة أن يذكروا علي في صلواتهم ويقولون لهم من أن صلواتكم ستكون باطلتان إذا كان قبل 2003 هناك تقية إذا افترضنا هناك تقية ما بعد 2003 أين التقية لا وجود لها وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله لرسول الله لعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوحد وانقضت المدة وبدى لكم أن نجمذ الذنب الإمام الإمام يتحدث عن زماننا لا يتحدث عن بن العباس في الزمن الأول حتى إن بد بعض شيء من هذا فإن أمير المؤمنين في هذه الخطبة وفي غيرها يجعل الحديث عن العصر العباس الثاني يتماهى بشكل واضح في الحديث عن العصر العباس الأول لكن الكلام واضح فإن الأميرة يتحدث عن النجم ذو الذنب هذا الذي يكون في زماننا في الزمان القادم من علائم الظهور ولعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لو قذاب ما في أيديهم أن حكمهم صار ضعيف صار هزيلا الإمام لم يقل من أنه زال من أيديهم وإنما صوره كان كالثلج في أيديهم جامدا لكنه ذاب الآن بقي الماء في أيديهم لقد تحول حكمهم إلى حكم هزيل ولعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لم يقل الإمام بأنه قد زال من أيديهم وإنما ذاب ذوبانا لا زال موجودا لكنه هزيل 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 أن يقلون على هؤلاء الحكام المهزلة ولعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدى لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير لاح لكم بدأت العلائم القريبة والقريبة جدا من ظهور قمركم القمر المنير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولاح لكم لم يكن قد بزخ وإنما تحققت العلائم التي تشير إلى بزوغه وإشراقه قريبا ولاح لكم القمر المنير انتبهوا إلى دقة العبارة فإذا كان ذلك فراجع التوبة ماذا قال الإمام لم يقل الإمام فإذا كان ذلك فتوب لو قال الإمام هكذا فإذا كان ذلك فتوب هذا يعني أن الإمام طلب منا أن نتوب من أعمالنا السيئة الإمام ما قال لنا هذا قال فإذا كان ذلك فراجع التوبة لماذا نراجع التوبة علينا أن نراجع ديننا هل هو هذا دين العترة فإذا ثبت عندنا ما هو بدين العترة علينا أن نتوب منه وأن نعود إلى دين العترة هذا هو المراد من مراجعة التوبة المراجعة يعني أن نقوم بتحقيق أن نقوم بتدقيق أئمتنا بيّنوا لنا كل شيء نحن الذين لا خير فينا الشيعة لا خير فيهم وإلا فإن أئمتنا بيّنوا لنا كل شيء وكل الخير في حديثهم وكل الخير في رواياتهم هذه التي يضعفها مراجعكم الثولان في النجف وكربلا هذه الروايات ضعيفة الأسانيد هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم الرجال الطوسي الشافعي المعتزلي الناصبي العباسي القذر ألا تلاحظون أن الروايات التي أوردتها لكم تحدثنا عن واقعنا في زماننا هذا لو أن مراسلي الفضائيات أرادوا أن يقرروا الواقع لما استطاعوا أن يقرروا شيئا من هذا الذي قررته هذه الروايات قبل القرون والقرون هذا كلام أئمتنا دقق النظر فيه سأعيد قراءته عليكم ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل مرجع يولي يأتينا مرجع آخر مع تيه جديد وكلما ذهب مرجع وجاءنا مرجع أقبل التيهم ضاعفا علينا لأنهم هم تائهون صدقوني صدقوني وليس وليس مهما أن تصدقوني أو أن تكذبوني مراجع النجف وكربل لا يملكون يقينا بدينهم هم في حالة تيهن وحيرة في مستوى العقائد وفي مستوى الفتاوى والأحكام المنهج الذي هم عليه يخرج هذه النتائج علم الكلام لا يوصل إلى اليقين علم أصول الفقه لا يوصل إلى اليقين إنها ظنون واحتمالات وترهات وأكاذيب يتظاهرون أمامكم من أنهم متأكدون مما يقولون فيما بينهم وبين أنفسهم لا يوجد يقين ولا يوجد وضوح في الرؤية هم تائهون لو كانوا قد وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح لما تيه الشيعة معه ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمي استكملنا استكملنا يا أمير المؤمنين استكملنا ودخلنا في زمن جديد منذ 2003 ميلادي ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمي لقد اجتمعتم على سلطان الداعي الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله نواصب أنفسنا نواصب أنفسنا هذا هو الذي طبق من منهج الضلالة من بعد 2003 وخرج من النجف وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله ولعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لدن التمحيص للجزاء حدثتنا الروايات عن أن العباسين سيختلفون وحينما يختلفون سيذوب الحكم سيبقى ضعيفا ولعمري أن لو قذاب ما في أيديهم لدن التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدى لكم أن نجمذ الذنب من قبل المشرق ولا حلكم القمر المنير فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم راجعوا دينكم هل أنكم على دين العترة إذا مر هذا الوقت ولم تراجعوا ليس هناك من توبة بعد ذلك أحاديث العترة أخبرتنا من أن باب التوبة سيغلق في وجوهنا ليس في وجوه الناس في وجوه الشيعة الذين قامت عليهم الحجاج أما في وجوه الناس سيبقى باب التوبة مفتوحا من سائر الأديان والملل الأخرى سيغلق باب التوبة في وجوه الشيعة الذين أقيمت عليهم الحجاج فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة راجعوا دينكم ما قهل الإمام فتوبوا 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 من المعاصي فراجعوا التوبة راجعوها تأكدوا من أن التوبة ستكون بأية طريقة ولأجل ماذا إنها التوبة من دين الضلال من الدين الطوسي هذه حقائق حقائق اجلسوا فيما بينكم وبين أنفسكم وانظروا في هذه الحقائق وانظروا إلى الواقع حاولوا أن تتباحث فيما بينكم وأن تتدبروا في هذه المضامين إما أن تكذبوها وإما أن تجدوها مطابقة للواقع إذا ما كذبتموها فتلك مشكلتكم لكن إذا وجدتموها تطابق الواقع فلابد أن ترتبوا عليها أثران وإلا فالويل الويل لكم نذهب إلى فاصل بيّنت لكم صورة إجمالية عن الذي سيكون في أجواء الواقع الشيعي هناك فتن فتن شديدة ستكون ويبدو أن ملامح بداياتها أخذت تتحقق شيئا فشيئا إذا ما صدق هذا التحليل أو هذا التوقع أمامنا في الأجواء الشيعية العراقية أمامنا فتن هناك فتنة عالمية الواقع الشيعي العراقي سيكون جزءا منها كباقي بلدان العالم إنها فتنة الكآبة العالمية والتي يبدو أن بداياتها أخذت تتسارع شيئا فشيئا الكآبة العالمية التي هي إنعكاس لضائقة لضائقة اقتصادية على المستوى العام على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى الأفراد على مستوى الشعوب ضائقة اقتصادية تؤثر في الحالة المجتمعية حتى إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي تقود إلى كآبة عالمية هذه الكآبة الكآبة العالمية ستضرب العقل البشري ستضرب الحالة النفسية للناس حينما تسيطر الكآبة على مجتمع أو على أفراد أو على فرد فإنه لن يستطيع أن يقدم أو أن يؤخر الروايات تخبرنا من أن الكآبة العالمية إذا ما هيمنت على الناس فإن الإنسان الحي يمر على القبر ويتمنى أن يكون في مكان صاحب هذا القبر يقول له يا ليتني كنت مكانك هذه من جهة ومن جهة أخرى فتنة السفياني الأجواء في منطقة الشرق الأوسط مهيئة إلى حد كبير لظهور السفياني أنا لا أقول هذا الكلام إلا على سبيل الاحتمال هذه مسألة غيبية ربما لا يظهر السفياني إلا بعد زمان طويل لكن الأجواء السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط عموما في منطقة الظهور خصوصا وفي المنطقة الشامية بنحو أخاص الأجواء مهيئة جدا لظهور شخصية كشخصية السفياني فتنة السفياني فتنة معقدة فتنة مركبة فتنة سنية شيعية على حد سوا وهناك فتن الإرهاصات إنهم الدجالون سيكثر الدجالون بغض النظر أكان لهذا الدجال الكثير من الأتباع أم كان له القليل سيكثر الدجالون وفي مختلف أنحاء العالم لكنهم سيتركزون في منطقة الظهور وسيتركزون أكثر وأكثر في العراق حيث تكثر الآراء ومن جملة مصاديق هؤلاء الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي ومن جملة مصاديق هؤلاء الدجالين الفتنة البترية وهي وهي أشد الفتن فتنة مراجع النجف وكربلاء حينما يجتمعون ويعلنون حربهم على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقبل ذلك يعلنون حربهم على أوليائه في البداية يعلنون حربهم على أوليائه قبل الظهور الشريف ثم يعلنون حربهم على الإمام الحج هذه الفتنة أكثر ضررها وأشد خطرها على شيعة العراق كل هذا متوقع في ظل هذه الأجواء لا بد للشيعة من أن يحقق هدف زيارة الأربعين وقت الحلقة قارب على الانتهاء تتمت الحديث تأتينا في حلقة يوم غد حاولت أن أجيب على الشق الأول من السؤال ما هو هدف زيارة الأربعين وبيّنت لكم من أن هدفا ثابتا وهدفا متحركا إنني أحدثكم عن أهداف زيارة الأربعين الهدف الهدف الثابت حدثتكم عنه في هذه الحلقة وختام حديثي بهذه الرواية التي مرارا وكرارا قرأتها عليكم في البرامج السابقة لكنها مهمة جدا وتناسب المقام الذي أنا بصدده أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الحديث الرابع عشر عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا يقول إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر إن ممن يتخذ مودتنا يعتقدها إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنتا على شيعتنا من الدجال هؤلاء سيكثرون في هذه المرحلة فقلت له يا ابن رسول الله بماذا بماذا تكون فتنته أشد من فتنة الدجال قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا فميز الدجالين بهذا الميزان ميز الدجالين من مراجع النجف وكربلاء من خطباء المنبار من المعممين من الفضائيات من زعماء الأحزاب الشيعية ميزوهم بهذا الميزان هؤلاء دجالون إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا انظروا إلى مواقفه مع من ما هو موقفهم من أعداء العترة وما هو موقفهم من أولياء العترة بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع الشيعي في العراق وغير العراق بهذا تم كلامنا في الهدف الأول من هدفي زيارة الأربعين إنه الهدف الثابت الفردي الشخصي وكذلك ما يرتبط بالهدف المتحرك الثاني لكنني ما أكملت كلامي بخصوصه تمام الكلام سيأتينا في حلقة يوم غد حيث سأجيب على الشطر الثاني على الشق الثاني من السؤال هل حققت زيارة الأربعين أهدافها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا شكرا